السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أول سنتعرف الآن إن شاء الله في مادة اللغة العربية لهذا اليوم إلى درس جديد وهو بعنوان اللام الشمسية واللام القمرية إذن إن شاء الله سوف نتعرف على درس جديد بعنوان اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية واللام الشمسية اللام القمرية واللام الشمسية لنستمع جيدا إلى هذه القصة هيا بنا يا أول اختلفت الشمس والقمر اختلفت الشمس والقمر كل منهما يريد أن تصبح الأل صديقته احتارت الأل هل تذهب مع الشمس أم تذهب مع القمار ظلت تفكر ظلت تفكر ظلت تفكر ظلت تفكر حتى وصلت إلى أن تذهب مع الشمس ويصبح اسمها أل الشمسية إذن يصبح اسمها أل الشمسية وتذهب مع القمر ويصبح اسمها أل القمرية فأصبح لها اسمان أصبح لها اسمان أل الشمسية وأل القمرية ولكن هل هناك بينهما أي اختلاف؟ لنستمع جيدا إلى هذه الكلمة ونرى ما هو هذا الاختلاف طلعوا يا أول على أول كلمة ركزوا معي المعلموا هذه الكلمة يا أول فيها القمرية إذن هنا أل يا أول اللي موجودة في هذه الكلمة هي أل القمرية أل القمرية كيف بدي أعرف إن هذه هل هي أل القمرية أم أل الشمسية أل القمرية يا أول تكتب وتنطق أل القمرية تكتب وتنطق واللام هيها اللام هاي شو بيكون دايما عليها سكون إذن دائما اللام القمرية ساكنة اللام القمرية ساكنة شايفين هاي السكون شايفين على اللام إذن هنا اللام هنا لام قمرية لأنها تكتب وتنطق كيف بدي ألفظها أو أنطقها طلعوا ركزوا معي المعلم شايفين كيف ركزت على نطقها قراءتها شايفين طلعوا على النطق كيف نطقتها وكان نطقي واضح المعلم المعلم وعلى اللام حكيت لكم إيش بيكون في سكون وبنفس الوقت إيش كتبتها هيها مكتوبة فبهذه الحالة إذن بتكون لام قمرية طلعوا لي الآن على هذه الكلمة الطيار الطيار هنا اللام هي لام شمسية هنا لام شمسية كيف بدي أميز هذه اللام الشمسية اللام الشمسية طلعوا علي هي تكتب ولا تنطق تكتب ولا تنطق شايفين يا أول هيني كتبتها لكن ما بنطقها ودائما يأتي الحرف اللي بعدها مشدد يعني إيش عليه شده إيش الحرف اللي بعدها هون حرف الإط عليه شده طلعوا الطيار فبيكون تركيزي باللفظ على الحرف اللي بعد الأل مش على الأل فبهذا بكون إيش هنا لام شمسية إذن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق شايفين إذن ما بنطقها أنا ركزوا معي هيني كتبتها لكن نطقتها ركزوا شوفوا على شو ركزت على الأل ولا على الحرف اللي بعدها ركزوا معي الطيار الطيار أحسنتم إذن ركزت على الحرف اللي بعدها وهو حرف الإط ودائما اللي الشمسية يا أول الحرف اللي بعدها بعد الأل شو بيكون عليه شده شو بيكون عليه شده شو الحرف هون اللي بعدها حرف الإط شو عليه شده أحسنتم ممتازين الطيار 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 هنا أول أرّا بيعوا أرّا بيعوا هنا لام قمرية أم لام شمسية أرّا بيعوا أرّا بيعوا هنا طلعوا كتبتها ولكن ما نطقتها والحرف اللي بعد الإي إش إجا حرف مشدد أرّا بيعوا أرّا بيعوا إذن أحسنتم هنا جاءت لام شمسية إذن هنا لام شمسية طلعوا لي على الكلمة البعض أل غزالوا أل 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 غزالوا إذن هون إيش إجت لام قمرية ولا لام شمسية أل أل ممتاز إذن أنا كتبت الأل ولفضته بنفس الوقت إذن كتبته لفضته شو على الأل هنا إجا سكون ممتاز إذن شو بتتكون لام قمرية طلعوا لي على الكلمة البعض أل بح رو أل بح رو إذن هون لام شمسية ولا لام شمسية ولا لام قمرية طلعوا عليها لفضت كتبتها ونطقتها وعلى اللام هون إيش إجا سكون إذن إيش بتكون ممتاز لام قمرية طلعوا لي على الكلمة البعض السيارة 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 إذن هون عشو ركزت على حرف الاس ما لفظت الال إذن هون أنا كتبت الال بس ما لفظتها والحرف البعد الال هون إيش إجا حرف شماله الاس حرف مشدد إذن هنا لام شمسية ممتازين العامل الالالعامل إذن هون لام شمسية ولا قمرية هون العامل لفظتها وكتبتها هي مكتوبة ولفظتها الالال ممتاز وهون على اللام شو إجا سكون إذن بهذه الحالة إيش بتكون لام قمرية آخر كلمة الرمانو الرمانو ممتازين إذن هون أحسنتم جوابتولي إياها بسرعة لحالكم لام شمسية ليش لإني كتبت الال وما لفظتها ما لفظتها والحرف اللي بعدها إيش إجا الحرف البعد الال إيش إجا شماله حارف مشدد حارف مشدد أحسنتم يا أول أنتم رائعون من حل التدريبات إن شاء الله هاي كلياتها على الكتاب الآن اطلعوا لي على هذا المثال بستان بستان الآن لما بدي أضيف كلمة هذه الكلمة بدي أضافلها الأل الأل القمرية بستان بستان الآن شو بدو تصير شو بتها تصير لما بدي أضيف لها الأل أل بستان أل بستان شو بتصير بدخلتي لها الأل هنا جاءت القمرية هاي الأل عليها اللام عليها إيش سكون عليها سكون بس هون لاحظوا علي أول لما كانت بدون الأل القمرية الأن هون عليها تنوين ضم هلأ لما دخلت عليها لما بدي أدخل عليها اللام القمرية الأن هون بتها تتحول تنوين الضم بتها تتحول لإيش لضمه إذن بتتحول من تنوين ضم إلى ضمه هاي ركز عليها جدا مهمة بستان شو بتصير البستان شايفين إذن على الأن هون كان فيه تنوين ضم أما هون لما دخلت عليها الأل القمرية شو صارت على الأن ضمه مش تنوين ضم شايفين ركز عليها جدا مهمة هاي النقطة طلعوا لي على هذا المثال أيضا رسام 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 شو بتصير لما بتدخل عليها اللي الشمسية الرسام شايفين رسام الرسام شايفين هاي ال ما عليها إشي الحرف البعض جاء مشدد هاي اللهو الار والام هون بدل تنوين الضم تحول إلى إيش إلى ضمه لما بتدخل عليها سواء دخلت عليها أل الشمسية أو أل القمرية تمام يا أول تمام اللام هون شو بيكون عليها دائما بالألة القمرية إذن سكون ممتازين أما هون الرسامو إذن هون يا أول اللام هون إيش لام شمسية لاش لام شمسية ما عليها إشي والحرف اللي بعدها إيش إجماله مشدد إلا هو الإر هون جاء مشددا وننتبه هنا كانت تنوين ضم بتصير ضمة تنوين ضم بتصير ضمة لما تدخل عليها الأل وبهذا تعرفنا على درسنا إن شاء الله اللام القمرية واللام الشمسية أحسنتم أنتم رائعون